من جانبه أكد حسن شلغومي رئيس منتدى إمة فرنسا خلال اتصال مرئي في البرنامج على الدور الذي لعبه إعلام النظام القطري وقناة الجزيرة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تأجيج الشباب ودفعهم للقيام بالعمليات الإرهابية سيد مانويل فالس رئيس الوزراء السابق الذي اتهم مباشرة قال لا يمكن أن نحارب الإرهاب وتمويل الإرهاب إلا إذا حاربنا منابعه والدول التي تموله وذكر عينيا دولة قطر وسائل الإعلام مثل القطر القناة الجزيرة وغيرها نحن لا تنسى أن الشعب الفرنسي بدأ منذ أسبوع المحاكمات العملية الإرهابية 13 نوفمبر 2015 الذي ذهب ضحيتها 130 لعبت والأسف الشديد بطريقة مباشرة وغير مباشرة دولة قطر وتمويل قطر والإعلام القطري في تأجيج الشباب لتسفيرهم إلى سوريا والعراق هناك كثير من المختصين والسياسيين تحدثوا ذلك مثل المختص في الإرهاب سيد فريديري كنسال والبرلماني برونو فوكس مختص في الإرهاب وقد طالبوا الاتحاد الأوروبي وطالبوا البرلمان الفرنسي ومجل الشيوخ بأن يتدخل منذ سنوات لمحاسبة هذا النظام على قضية التسفير والتأجيج عندنا والأسف الشديد من أوروبا ذهبوا حوالي 5000 إلى 7000 إلى سوريا والعراق الكثير منهم قتلوا كذلك من هو معاد وقام بعملات إرهابية هذه الملفات إلى يومنا هذا هي مطالب بأن الرأي العام والسياسيين في أوروبا يطالب بمحاسبة النظام القطري والإعلام القطري إذا ننظر إلى قناة الجزيرة أو المواقع التي تمولها النظام القطري تأجيج الفتنة تأجيج الطائفية وكذلك تحريض الشباب المسلم الأوروبي للالتحاق بأماكن الأرهاب وبؤر الأرهاب ترجمة نانسي قنقر